قلق، التوتر، الاضطرابات النفسية، الخوف من المستقبل ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي إنه الرضا، سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى قيل اليحيى بن معاذ متى يبلغ العبد الرضا؟ فقال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه فيقول إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبت وإن دعوتني أجبت كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر وللرضا ثمرات وفوائد منها محبة الله ورضاه كمال الإيمان وحسن الإسلام باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواها يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ترجمة نانسي قنقر